خروقات الحوثيين تنذر بإفشال جسر الثقة الأول الذي تحاول الأمم المتحدة ترميمه بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى بناء السلام وزارة الخارجية في بيان لها قالت إن أسلوب ضبط النفس لن يستمر طويلا إذا لم يتوقف الحوثيون عن إرسال المزيد من التعزيزات والتحشيد إلى الحديدة محذرة من انهيار اتفاق السويد صبر الحكومة ينفذ ونفذ قبله صبر رئيس لجنة إعادة التنسيق وقائد فريق المراقبين الدوليين الجنرال باتريك كاميرد الذي استقال من عمله مؤخرا وعاد من الرياض إلى صنعاء تقول المصادر إنه عاد لمواصلة أعماله حتى تعيين خليفة الله 7451 خرقا ارتكبه الحوثيون لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة منذ دخل حيزة تنفيذ في الثامن عشر من ديسمبر الماضي حسب آخر تقرير حكومي تقرير الرصد للقوات الحكومية أوضح أن تلك الانتهاكات أدت إلى مقتل واحد وخمسين مدنيا وإصابة ثلاثمائة وسبعين آخرين جراحة بعضهم خطيرة تماد حوثي وتماهي أممي وامتعاض حكومي يضع اتفاق استوكولم على المحاك وينذر بإجهاض مساعي الأمم المتحدة تقول الحكومة إن تراخي المجتمع الدولي والأمم المتحدة في تنفيذ اتفاق استوكولم والأسلوب الناعمة في تعامل مع الحوثيين بات يشجع الميليشيات على ارتكاب المزيد من الخروقات وتعنت في تنفيذ الاتفاق وتفخيخ الوضع لينفجر مستقبلا وهذا ما سيسئ إلى صورة الأمم المتحدة ودورها في اليمن تطالب الحكومة الأمم المتحدة بتزمين اتفاق استوكولم والضغط على الحوثيين لتنفيذ خطوات حقيقية في الوقت الذي يواصل فيه الحوثيون خروقاتهم للاتفاق وتحشيدهم فيما تمتنع الأمم المتحدة عن تسمية الطرف المعرقل وتعتمد اللغة العمومية المطاطة